ابن عبي العز رحمه الله ومنها أرواح في حواصل طير خضر وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم الشهداء أحياء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن حياتهم ليست كحيات الدنيا فهي تختلف عن ذلك الحياة المرزخية تختلف عن الحياة الدنيا فهم أحياء وشهد منهم من يبقى جسده سبحان الله وهذا أمر متواتر أن الناس يتناقلون وهكذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والذين كانوا وقتلوا في دماج بعد يعني زمن لا بأس به إنما احتاجوا إلى نقل بعضهم وجدوه كما هو سبحان الله نعم بعد سنة وسبعة أشهر وهو على ما هو عليه ودمه طري يقطر منه الدم فهذا مصداق لقول الله جل وعلا وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا يعني بعض الشهداء الذين قتلوا هنا وهناك في أفغانستان نعم وجدوهم بعد فترة وأجسادهم على ما هي عليه ووالد جابر نعم عبد الله ابن عمر بن حرام لما استشهد ودفن ودفن دفنه الصحابة مع غيره فجابر لم تطب نفسه بذلك أخرجه قال كأنما طرحته الساعة إلا يعني يقول في أذنه أو ما أشبه ذلك قال فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيام ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة فيها ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كاب بن مالك كان يحدث كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم وحرم الله على الأرض أن تأكل عسادة الأنبياء كما روي في السنن نعم الحديث لثأوس بن أوس أني فيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل عسادة الأنبياء وحرم الله على الأرض أن تأكل عسادة الأنبياء كما روي في السنن وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير قال قال فيحتمل بقاءه كذلك في تربته إلى يوم إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبلى أو أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم وكأنه والله أعلم لما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول هنا ذكر قال أخرج الإمام مالك في الموطأ في باب الجهاد باب الدفن في قبر واحد من ضرورة من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه بلغه أن عمر بن الجموح وعبد الله بن عمر العنصاريين وهو والد جابر كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يل السيل وكان في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كأنهما مات بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت محن الله وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة ورجاله ثقات لكنه مرسل نقل بعضهم أشياء قبل خمسين وستين وربما مئة سنة والشهيد على ما هو عليه وعني كما سمعنا حياتهم في قبورهم تختلف عن الحياة في الدنيا طيب إلهنا وارخ الله